بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ان شاء الله تكونوا جميعا بخير اعزائي انا كوكا اوكا هنعمل فتة الشاورمة اكلة بصراحة تعمة ولذيذة وسهلة خالص بسيطة ومهتمة جدا بالتدبيلة والمكونات هتطلع حلوة هحتاج بصلة وهحتاج رز انا نقعاء من بدر شوية من نص ساعة كده في مية دافية جايبة خبز بقطع وهو واحتاج شوية زبدة او سامنة معلقتين كده عشان الرز ومعلقتين علشان الشاورمة الشاورمة احنا كنا تدبيلناها قبل كده في فيديو مع بعض تدبيلتها بسيطة هحط اللينك بتاع الفيديو فدي شاورمة دجاج متدبيلة جاهزة وطلعتها بس هنعملها واحتاج ربع معلقة كركم وربع معلقة زعفران بودرة الزعفران الرز هنقع هصفيه وهبدأ فيه هجيب الحل هحط فيها معلقتين زبدة دولا وهحط البصل عشان تتحمر وفي طاسة تانية حطها شوية زيت عشان هحمر العيش اللي هو الخبز والتصديا هحط فيها الشاورمة عشان ايه اه بنفس التدبيلة بتاعتها هحطها عشان هتستوي هسويها اهي اثناء ما البصلة هتتحمر اه هجيب الكباية واؤم اه احط فيها شوية مية صغيرين كباية كده عشان ادوب الكركم وازعفران عشان بس البصلة اول ما تستوي انا هضيفهم على البصلة قبل ما احط الرز اه الطريقة دي بتخلي الرز يطعمه جميل خالص وها اه وهو بيتاكل مع الشوارمة وبعدين اذا فيه شربة هنستخدمها نضيفها للرز واذا ما فيش بنحط مية عادي هي البصلة بتدي طعم جميل جدا بعد الخبز ما يتحمر بصفيف المصفى والشوارمة هي بنتابع تدبلتها تسويتها على النار هنا هو الكركم والبصلة تحمر والزعف فرنسا هنضيفهم على البصل عشان هيدونا اللون اللي هو بتاع الرز الاحمر الحلو الاصفر الحلو ده هقلب فيهم الرز شوية كده دقتين تلاتة عشان اللون بس يتشبع الرز كله باللون واضيف اذا فيه شربة نضيف اذا فيه ميا نضيف ونضبط الملح وبس هنسيبه بعد كده بعد غلوتين على نار واطية وهيستوي عادي كده كده انا هحط معلقتين الزبدة على الشوارمة عشان استويت وعشان يدوها اللون الدهبي اهو اللونها بقى دهبي جميل والخبز خلاص اتحمر ومحتوط في المصفى والرز خلاص استوى هو وبالفهانة والشفا اكلة جميلة خالص وسهلة ما بتاخدش وقت كله بتعمل في وقت واحد واشوفكو دايما بخير وما تنسو ترجمة نانسي قنقر